السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته طبعاً في عندك أكثر من نوع لتقوية الشخصية وتقوية الفريق أول نوع اللي هو تقوي شخصيتك واحدة واحدة شون تقوي شخصيتك؟ كل شخصية عندك خلين روح لشخصية تانية مثلاً مثلاً إلينا عندك واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة عندك ست أنواع لتقوية الشخصية الوحدة ولكن لما تقوي الشخصية وتحطها بالتيم وتعمل هيك لكل الفريق تبعك بصير فريق أقوى طبعاً أول طريقة هي تعمل إنهانس ترفع لفل تبع شخصيتك لما يكون لفل لساته واحد بترفعه بالإنهانس بوشن الإنهانس بوشن بنجيبها من الدنجين بنفوت على الباتل بعدين بفوت على الدنجين بنجيبها من هون الإنهانس طبعاً فيه ثلاث أنواع من الإنهانس ما بيفرق اللون مو شرط أنه مثلاً أنت لازم اللون المعين لشخصية لا بس هو شو أنه فيك تلعب ثلاث أنواع بقى فيك تحط مثلاً ثلاث فرق بتشوف أنت أي فريقك أوي ضد أي لون وبتلعبه أو أي أسهل عليك وبتلعبها هاي أول شغلة الشغلة الثانية اللي هي بتعمل Limit Break Limit Break بترفع أنه هو كل ما تلفل شخصيتك بيوصل لل Limit اللي هو مثلاً أول شيء 40 بعدين 50 بعدين 60 بعدين 65 بعدين 75 بعدين 75 وبالمسألة رح يكون 80 بقى أنت كل ما ترفع توصل لل Limit بالليفل تجي لهون بتعمله Limit Break مشان تقدر توصله للليفل اللي بعده وهكذا شلون بتعمله هيك؟ أول شي بتلفله بعدين بتجي لهون بتروح الماتيريا لهاي الماتيريا اللي محتاجها أول شيء SSR Bidens أو الميداليات خلين نحكي أنه هاي الميداليات وكتب وبعدين قطعة من الشيطان الميداليات فيه ثلاث أنواع R, SR, SSR شو الفرق؟ الر بترفع Limit Break للشخصيات الر السر بتستخدمه للشخصيات الر والSSR بتستخدمه للشخصيات الر يعني حتى لو كان مكتوب على شخصيتك SSR أو UR بيضل رح يحتاج الر إذا هو شخصية الر الكتب بنجيبها طبعا هاي من نوع بنجيبها في عندك اول شي هلا كتير صاروا عم يعملوها مهمات بتاخد فيها السر بدنز اللي هي بتلاقوها بالكويست طبعا اول شي بالقصة بيعطوكم كم واحدة وبتجي لهون اليفنت من هون بيعطوكم كل ما تخلصوا ايفنتات بيعطوكم واحدة بس اكتر منطقة فيك تفرن فيها ومو تفرن فيها بس اكتر منطقة يعني بتاخد فيها السر بدنز اللي هو اليفنت اليفنت هذا كل ما يعبي العداد هذا بتاخد واحدة وفيه شانس انه لما تلعب المهمات هاي يعطيك ر واسر واسسر طبعا خيرا نشوف اذا الديفكلتي هاي من نفس الشي لا بأنت الديفكلتي الاولى بتعطيك ر الديفكلتي تانية ر واسر الديفكلتي الاخيرة واصعب شي بيعطيك ر واسر واسسر طبعا عندك 2% انه يعطيك اس اس آر شان يكبال لا تعتمد عليها بس لحنا شو بنعتمد بنعتمد انه لما نصل 100% رح ناخد 100% واحدة من هاي بقى بنضلب نلعبها بنضلب نلعبها لحتى يعطونا واحدة ومع الوقت بصير عنا كتير هاي بتاخد الاس اس آر طبعا الكتب بنعم بتجمعهم بتجمعهم كمان بتفوت عالدنجين هدول الكتب كل لون مثلا بدي اها انا شخصيتي حمرة بدي كتب حمرة شخصيتي زرقة بدي كتب زرقة طبعا نفس الشي بدك من لفل واحد لفل خمسة بيعطوكم يا هون هون ولفل ستة بتجيبه من كينج لما تروح لعند كينج بترفع الكتاب من خمسة الى ستة نجوم بدك ستة من خمسة نجوم لح تتسوي كتاب ستة نجوم بقى هاي هلا عرفنا شلون بنجمع الكتب اخر شي الشيطان شلون بنجمع الشياطين طبعا هو فيه ثلاث انواع من الشياطين حاليا بنفوت على البتل بوس بتل بنلعب هاي المهمة لما تصل 100% بيعطينا شيطان هذا الشيطان بنلعبه فيه احمر احمر ورمادي وكريمزون الاحمر بيعطينا قرون الارمادي بيعطينا اجنحة والكريمزون بيعطينا ادنين بنحتاجهم مشان نرفع المت بريك لشخصياتنا اول مرة بيحتاج فقط مثلا خينا نشوف شخصية خمسين مثلا هي شخصية خمسين لما نرفعه من الخمسين لا لكن ستين لما نوصل لستين بنشوف لمت بريك بدنا اول شي قرون لما يصير خمسة وستين بصير بده قرون وقرون واجنحة تشوفوا اللي على اليسار ما بيتغيروا بس اللي بيتغيروا اللي على اليمين لما من سبعين لخمسة وسبعين بصير بنحتاج قرون زائد ادنين بقى هيك بنطور اللي مت بريك تبع شخصياتنا بنرفع من ستين لخمسة وستين من ستين لخمسة وستين بعدين خمسة وسبعين سوري خمسين بعدين ستين بعدين خمسة وستين بعدين سبعين بعدين خمسة وسبعين و بالمسابة راح يصير 80 هي خلصنا المت بريك هلا بنجي للأوائكن اللي هي بترفع النجوم اللي ترفع النجوم كل شابتر من الشابترات بيخليك ترفع نجمة من النجوم خلينا نشوف مثلا مش كان أغرب شخصياتي صارت هلا حام رفع لنجومها مثلا خلينا نجي لهون هون بصير بدك مواد لحتى ترفع النجوم تبعها أول مادة بتجيبها من البوست باتل لما تلعب البوست باتل لما تلعب البوست باتل وشان تجيب الشيطان بيعطيك كؤوس من الشيطان ومن المرحلة نفسها وبيعطيك بعض المواد شون بتكمل المواد هاي كل شابتر من الشابترات بتفوت عليه بتلعب المهمات اللي موجودة فيه بيعطيك نوع من الأنواع طبعا انت شون بتعرف بتفوت مثلا أنا بدي هاي بفوت عليها لوكيشن في أكثر من موقع بجيبه منه هيك بنرفع النجوم وطبعا لنجوم بتعطيك HP وطبعا بتعطيك شغلات تانية بس أهم شي انه بيعطيك HP و Attack اللي هو أكثر شي مفيد هاي خلصنا هلا من من ال طبعا الawaken طبعا الawaken كتير كتير مهمة اللي هتترفع الشخصية هلا بنجي للكوزماتيكس خلي الاكوبنت الآخر شي الكوزماتيكس اللي هي انت بتشتري لبس بتجمع اللي بس مشان يعطيك دفاع وبيعطيك هجوم وبيعطيك HP شلون بتجمعهم هدول في عندك بتجمعهم من لما ترفع النجوم هاي أو أو من المشروب هاي بيعطيك شغلة من هدول شلون بتجمعهم من الأكل أو من المشروب أو من القلب بتكمل الأكل للآخر بوصل العداد للآخر بيعطيك هاي كل شخصية من الشخصيات لها واحدة من هاي وشلون الشغلة التانية لما ترفع الشخصية من السر لل بيعطيك لبس لما ترفعه من السر لل السر بيعطيك لبس يعني مثل مثلا شخصية مثل هاد هذا R شوفوا كم لبس أخذ بس من رفعه أربع ألبسة بس من شو تطويره للشخصية يعني هاي هلأ فينا ناخد لبس من التطوير فينا ناخد لبس من النجوم وفينا ناخد لبس من الشوب الباباب شوب اللي بيجي ساعة كل فترة وفترة على المدن بتروح بتشتريوا منه ملابس بالقولد أو بتشتريوا ملابس بالجمات وفيه عندكم بالشوب هون فيك تشتري ملابس عند غوثر بالجمات أو حينا بالفلوس الحقيقية مثل هاي مثلا بالفلوس الحقيقية فيك تشتريه شو بتعطيك بتعطيك ثلاث شغلات اللي هي أتاك اتش بي وديفينس وفيه عندك آخر مكان اللي هو لما نفوت على البس باتل البي في بي بناخد اللبس من الشوب تبع البي في بي هينروح اللبس على البي في بي شوب بنفوت على الوابن بيعطينا أسلحة لشخصياتنا كل ما زاد رانك تبعك بيفتح لك أنواع جديدة بتشوف بعدين شو الشخصيات اللي بدك ياه بتشغيل الأسلحة هاي طريقة كوان كتير كتير مهمة لأنه هاي بترفع لك ياه من غير ما تعمل أي شي تاني يعني في كتول أنه شبه ببلاش بتعم تاخده من غير ما تتطور الشخصية يعني حطلو شخصية لفل واحد إذا فتحت للألبي سي بتصير قوية بقى هاي الطرق وآخر طريقة اللي هاي هعمل عليها سلسلة اللي هي القير القير بيرفع لك كمان نفس الشي بيرفع لك كل شي هون شلون مثلا هلا خينا نشوف مثلا هاي الشخصية بنعملها هيك صارت قوة 8000 ودفاعها 580000 شوفها ده الزاد طبعا فيك تحط ست قطع وكل قطع بتعطيك بونس معين وكل واحدة بتعطيك أربعة بونس هون بتعطيك مثلا سخينا نشوف هاي بتعطيك أتاك كريت شانس بيرس وكريت داميج القطعة اللي تحتها بتعطيك كل شي بيخص الدفاع اللي هو دفاع رزيستنس كريت رزيستنس وكريت ديفينس وآخر الشغلة كل شي بيتعلق بالدم اللي هو اللايف ستيل والإتش بي والريكافر دي ريت والرجنريشن ريت طبعا كل واحد عكينا عنه فيديوهات ماضية وإذا كنت تعرفوا أكتر شوفوا الفيديوهات الماضية مشان هيك هلا أنا ما هحكي أكتر عن الجير لأنه الجير رح سوي هلا سلسلة بعد هاد الفيديو رح سوي سلسلة كاملة عن الجير وشوفايته الباقيين باختصار يعني هدول هنا الشغلات ما في كتير يعني شغلات لازم تعملها بس الجير لازم في كتير شغلات وخاصة أنا شايف أنه أغلب الناس مستصعبينها بقى رح سوي سلسلة كاملة على الجير وحكي كل شي بالنسبة للجير بقى هاي هون انت فهمت هلا كل شي شون بتطور شخصيتك من الألف لليا فيك تحكي وآخر شغلة اللي هي بقى انت بتعمل فريق بتحط فيه شخصية أساسية وبتحط شخصية مساعدة مشان تاخد بونس من الشخصية المساعدة كمان عن طريق أنك تقويها لشخصية المساعدة مشان يعطيه بونس للشخصية الأساسية طبعا في فيديو كمان عن الفرق شون بتسوي فرق وشلون بتسوي بتقوي الفرق المساعدة حتى بقى شوفوا الفيديوهات هاي كلها بس وهون بنكون وصل لنهاية الفيديو تبع اليوم أرجو أن تكونوا استمتاعتوا فيه ولا تنسوا تعملوا عجاب بالفيديو لو عجبكم وتشتركوا بالقناة لأنه أنا شفت أنه أغلب الناس يعني فيه نسبة ستين بالمئة من الناس عم تشوف الفيديو بس ما عم تشترك بالقناة يعني حاولوا تشتركوا بالقناة يعني تساعدونا وتصيروا يعني تشوف الفيديوهات القادمة مشان ما يروح عليكم الفيديوهات تبعي وبس هون بنكون صناع في نهاية الفيديو وبنشوفكم على خير فيديوهات قادمة مع السلامة المترجم للشاهدة